السلام عليكم أختي في فيديو جديد وشرح جديد لبطاقة كاش بلوس سوف أعطيكم الإيجابيات والسلبيات وكذلك طريقة الاستفادة من هذه البطاقة وكل شيء كيف العادة بطريقة بسيطة ومفهومة إذن على بركة الله سوف نبدأ الشرح ونبدأ بالإيجابيات الخاصة بعد بطاقة كاش بلوس فأولا بطاقة كاش بلوس هي تبعة لوكالة كاش بلوس وهي بطاقة روشار جابل يعني كنشرجها من الحساب لفتحينه في كاش بلوس كتصفت بيع الفلوس للأقارب والأصدقاء ديالك في المغرب وخارج المغرب بالزربة يعني مباشرة من الليك ترسل لهم الفلوس ما كتسنس ساعة ولا ساعتين من بعد العملية ثم كتقدر تجبد الفلوس ديالك من جميع القيشيات الخاصة بالأبناء المغربية بستاء ديال الدرهم على كل سحب وكنقدروا كذلك نخلصوا بها في الأسواق الكبرى بحل مرجعان كارفور أسواق السلام عن طريق كونتاكت ليس اللي العلامة ديالها هي هذه كيف كتشوفو فإلا كنت عندك في البطاقة فارك تقدر تستخدم هذه الميزة وكذلك تقدر تخلص بها في المواقع المغربية أون لين بحل جوميا ديكاتلون وباقي المواقع المغربية الأخرى وتقدر كذلك تخلص بها الفواتير الماء الكهرباء وتخلص بها كذلك الضريبة ديال السيارة ديالك بالإضافة أنك تقدر تخلص بها تطبيقات اللي في جوجل بلاي وفي أب ستور والتمن ديالها هو تسعو دوربعين درهم ومدة صلاحية هي سنة وإذا بغيتي تستفد من البطاقة عندك زوج جال طرق إما تطلبها من تطبيق كاش بلوس مباشرة من الهاتف ديالك أو لا تمشي لوكالة وتاخدها سور بلاس وهذا هو اللي زوين في هذه البطاقة فسواء طلبتها من الهاتف أو لا من الوكالة فكتاخدها سور بلاسة والإسم اللي كيتلقوا على هذه البطاقة هي البطاقة الرابحة أما بالنسبة لسلبيات هذه البطاقة ما تقدرش تشري بها من خارج المغرب من مواقع بحال علي إكس برايس أو أمازون أو إي باي وكذلك ما تقدرش تخلص بها الإعلانات ديال فيسبوك أو لأمازون إذا كنتي خدها في أمازون كيدي باي أو لجوجل أدس كذلك والسلبية الأخيرة هي أن هذه البطاقة ما تفعلش لبيبال وما تقدرش تربطها معه إذن كخلاصة لهذه المميزات وكذلك السلبية اللي ذكرناها في هذه البطاقة فهذه البطاقة خاصة بالناس العاديين اللي كيبغيوا يخلصوا الفواتير ديالهم والمشتريات ديالهم في المغرب أو لا الناس اللي كتصفت الفلوس ديالها كل شهر لعائلات ديالهم وكذلك لبعض الناس اللي كيخدموا دي سيرفيس أو لا خدمات وطنية هنا في المغرب فبزر ديال الناس كتسهل عليهم أنهم يصفتوا لك الفلوس في هذه البطاقة أو لا الحساب التابع لكاشو بلوس أما إذا كنت من هذ الناس اللي خدمين في الانترنت وبغيتي بطاقة صلاح لك تخدم بها في الانترنت فشوف لك هذا الفيديو هذا فريني ديجا شرحت هذه البطاقة اللي كيقدمه مننا السياش بون وكانتظن هي اللي غتكون مناسبة لعمل ديالي إذن الرابط دياله غتلقاه في وصف هذا الفيديو إذن أخوتي إذا أعجبكم الفيديو ديريجان بارتاجيهم على الأصدقاء المهتمين بالمجال أي مشكلة واجهته أو لا شيء تساؤل كان عندكم اضعوا في التعليق والخاصة بهذا الفيديو وإذا كانت أخوتي أخوتي هدية أول زيارة لك للقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وبإمكانكم في رعاية الله